موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام برنامج أمة 2012 اللي يقوم عبر شاشة تلفزيون الراي اللي ما نحدد فيه خياراتكم ونحن نعطيكم الفرشة السياسية وانتو تقومون بالاختيار لهذه الحلقة معانا مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق الصيف مبارك الصيف أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أخي محمد مشاهدين الكرام قبل لا تكلم وندش في الحوار مع ضيفنا الكريم راح نشوف تقرير خاص في سيرة الذاتية اللي أعدتها الزميلة ربابة الداح ونرجع معاكم الصيف مبارك الصيفي حاصل على بكالوريوس أداب عام 86 من جامعة الكويت مخطط جغرافي بإدارة التنظيم في بلدية الكويت عام 86 ومخطط جغرافي بإدارة التنظيم بمحافظة الجهراء منذ عام 86 وحتى عام 92 رئيس قسم المشاريع التنظيمية في بلدية محافظة الأحمد منذ عام 92 وحتى عام 2002 ورئيس قسم بمكتب نائب المدير العام لشؤون تنمية المشاريع والبيئة العامة منذ عام 2003 وحتى عام 2008 متخصص في التخطيط الإداري والاقتصادي ترشح لعضوية البرلمان عام 2009 وفاز بأصوات الناخبين في الدائرة الخامسة الذين منحوه الثقة ومن باب إيمانه بالعمل البرلماني التشريعي ترشح الصيف بارك الصيفي لانتخابات اللجان البرلمانية فكان عضوا في لجنة الرد على الخطاب الأميري ولجنة الداخلية والدفاع وعضو لجنة الميزانيات كان معارضا مدافعا عن القوانين والتشريعات لسيما تلك التي تعنى بشؤون المواطنين رفعا ولازال يرفع مطالبه بضرورة حماية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وتحصين الكويت من العابثين بالطائفية والقبلية كويت المستقبل هي الحلم الذي يراود الصيف بارك الصيفي وهي الأمنية التي يتطلع إليها بشغف بحثا عن التطور والتنمية والاستقرار والتحول إلى مرحلة الازدهار شيئا فشيئا يقول إن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الحراك السياسي بفاعلية وتأثير من أجل الانتقال إلى مرحلة التنمية الحقيقية التي يتطلع إليها أبناء المجتمع والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بعد ضمان سلسلة من إجراءات يلخصها الصيفي بالتالي فهو يؤمن بضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي من خلال تفعيل مواد الدستور وضمان تغيير النهج الحكومي كما يحث على المبادرة بتقديم قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وإقرارها وفق تشريعات جادة يأمل بإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يضمن العدالة والمساواة بين الناخبين كما يتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع ودعم أصحاب الكفاءات يطالب بتعزيز الحريات وتفعيل القوانين التي تدعم حق الأفراد في التعبير وإبداء الرأي دون قيود والابتعاد عن المحاصصة في توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الدولة كافة الصيفي مبارك الصيفي مجددا إلى معترك العمل البرلماني مرشحا عن الدائرة الخامسة نعم مشاهدين الكرام هذا التقرير يتكلم في تطلعات الصيفي مبارك الصيفي وفي أيضا نهجة النيابي اللي كان من مجلس 2009 الآن رح نتكلم معاه في التفصيل بو منصور زمير ربا بداح في التقرير قالت كان معارضا نحن نقول المشهد السياسي اللي كان بالأخير اللي أدى إلى حل الحكومة والبرلمان أيضا شون تقيمه؟ أولا المشهد السياسي لا بد أن نعرف علشان نقيم المشهد السياسي السابق يجب أن نقيم المرحلة السابقة لا استغالة الحكومة كانت الحكومة جدا ضعيفة ولم تستطع مجارات السلطة التشريعية ولم تستطع أن تقدم للشعب الكويتي أي إنجازات على أرض الواقع بل كانت الإنجازات هي إنجازات إنشائية ولم تستطع أن تغنع النواب في خطوات عملية لخدمة المواطن الكويتي وكانت لا تستطيع أن تعمل وفق المجلس اللي فات وكانت جدا ضعيفة في نفس الباب في شهر خمسة كان لك تصريح راهنت عليه أن هذه الحكومة ما رح تستمر رح تسقط في شهر خمسة 2011 شو اللي استنت عليه خصوصا يعني خلنت لك موضوع النجاح في العمل أو لا ولكن انت راهنت على أنها ما رح تستمر نهائيا شو اللي خلاك يعني متأكد من هذا الشيء أولا يعني طريقة تشكيل الحكومة لكم تكون طريقة موفقة وكانت يعني محاصصة وكانت الهم الأول والأخير عند تشكيل الحكومة هو حماية رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر محمد وبالتالي انطلق هذا الحكم من هذا الباب لم تأتي يعني حكومة لتمثل برنامج عمل الحكومة ولم تأتي حكومة لتمثل خطة التنمية أو ممكن أن تدعم خطة التنمية إنما أتت حكومة محاصصة لحماية رئيس الحكومة طيب نهج المحاصصة بنتكلم عنها في تشكيل الحكومات يمكن يكون يعني أمر قديم في الحكومات الكويتية شون ينتهي خصوصا هذه الجزئية يعني في موضوع المحاصصة أنا أعتقد يجب أن يشرك تشرك السلطة التشريعية بتشكيلها الحكومية وأتوقع حتى نتنجح الحكومة القادمة لابد من إشراك عدد كبير من النواب في الحكومة ومن يود أن يساهم في المساهمة في تشكيل الحكومية القادمة حتى نضمن استمرارية الحكومة أما طريقة المحاصصة فأعتقد أنها طريقة ما تؤدي إلى النتيجة أو أن تأتينا حكومة حكومة تكنغراط حكومة ناس متخصصين حكومة لديها رؤية أيضا وتعمل متجانسة مع بعضها البعض طيب يعني في موضوع أسمح أن يقول لك التشكيل الحكومية لما تشكل بعض الوزراء ما يدري منه زميلة بالوزارة وهم يتأخذون قرار واحد وإجراء واحد ويتشاورون في مجلس الوزراء تقصد في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء يعرضون عليه الوزراء ويقبل ولا يعرف من الذي ممكن يشاركه من الوزراء طيب العدد الذي يرضي الصيف مبارك الصيفي من النواب الذي يكون في الحكومة شنو العدد الذي تشوفه سليم إذا لم يكن واحد أو كم شعب يعني يعتمد العدد على تشكيلة البرلمان الغادم هناك أكيد تيارات سياسية وهناك نواب مستقلين وهناك كتل برلمانية متشكلة في مجال السابقة لابد من حتى يدعموا الإصلاح أن يشاركوا في الحكومة نعم طيب اللجوء إلى الشارع والحراك الشعبي الذي صار في النهاية من الشباب وأيضا من الشارع بشكل عام تشوف أنه كان ضرورة والمطالب التي حققت خصوصا أن تكن في كتلة المعارضة المطالب التي حققت تشوفها حاليا سليمة انطلاقها من الصفر ولا تشوف لا لحد الحين نحن في نفق مظلم طبعا الحراك الشبابي والحراك الشعبي الذي صار هو نتيجة اختطاف المجلس ممثل الأمة ومجلس الأمة الذي يجب أن يكون ممثلا للشعب الكويتي اختطف هذا المجلس من خلال الحكومة من خلال كثير من النواب الذين انفصلوا عن الإرادة الشعبية وعن ناخبينهم والتجهوا إلى ورموا وارتموا بأحضان الحكومة طبعا وفضيحة الإيدعات المليونية ساهمت بتفعيل هذا الحراك الشبابي والنزول للشارع وبالتالي اتخاذ صاحب السمو الخطوة الحكيمة بحل الحكومة ومن ثم حل البرنامان نعم طيب يعني بو منصور في سؤال في هذا الملف قبل لا نطوي يعني يقال أن دائما النواب يقولون أن هذا حراك شبابي حراك شعبي ولكن لما ني على أرض الواقع ونشوف التحركات في ساحة الإرادة نشوف النواب وهم من يقودون من كان يقود؟ هو الشباب اللي كانوا يقودون وبالتالي النواب كانوا يستجيبون لدعواتها الشباب ويتفاعلون مع الشباب نعم والنواب جايين وممثلين للشعب الكويتي مهم جايين وممثلين لأحد ثاني فكانت تسكين فبالتالي لابد من المساهمة مع الشباب وفي متطلباتهم وفي نعم طيب أيضا من يلقي اللون خصوصا على مجلس 2009 في موضوع التشريع والرقابة إنما كان فيه توازن في موضوع الرقابة خصوصا والاستجوابات وهذه الأمور شنو ليش كنت وزيدين الجرع الرقابية في مجلس 2009 أنا أعتقد المراغب الصحيح فليرجع لمجلس 2009 ويجد أن أكثر المجالس تشريعا وكان التشريع والرقابة يمشون في خطين متوازين مع بعض مجلس 2009 شرع كثير من القوانين المتطورة قوانين المعاغين وقانون المرأة وقوانين النسكانية وقوانين كثير القوانين التي شرحها هذا المجلس ومكافأة الطلبة وكاذب المعلمين لستجوابات لستجوابات في مجلس 2009 كانت كلها مستحقة في وجهة نظر الصيفي مبارك الصيفي بدون تسمية استجوابات ولكن جميع التي قدمت مستحقة أنا أعتقد الاستجوابات حق الدستوري للنائب وبالتالي الاستحقاق هذا النيابي يحكم عليه قاعة عبدالله السالم وفي كثير من الاستجوابات حصلت على عدد الكافي اللي هو عشر نواب لطرح الثقة وعدد التعاون وبالتالي هناك قناعة لأدد الكثير من النواب وأعتقد استجوابات مستحقة أنت أحد الأشخاص اللي لووحت فيه استجواب وكنت قريب من تقديمه اللي هو استجواب وزير الصحة لأل الساير في خمس محاور شنو أهداف هذا الاستجواب شنو الخلل اللي شفته في وزارة الصحة أولا قبل لا أدخل على الجانب الاستجواب يجب أن نعود للتاريخ لوزارة الصحة وزارة الصحة أكثر الوزارات التي يقدم فيها الاستجواب قدم استجواب للدكتور الجار الله من الدكتور ضيف الله بورميا وقدم استجواب للشيخ أحمد العبد الله وقدم ونوة هناك نية كان لتقديم استجواب للدكتورة معصومة المبارك هذه الاستجوابات في ذلك السابق كانت تتحدث عن خلل موجود في وزارة الصحة المواطن الكويتي الآن وزارة الصحة هل كان هناك تطور منذ تقديم الاستجوابات في عهد الوزراء السابقين إلى الوقت الدكتورة لم يتم تصيح الوضع وبالتالي كان استجوابي جاهز وكان مجدد محاور والناس كانت تتعلم في وزارة الصحة من وزارة الصحة كانوا مرضى السرطان ومرضى القلب ومع الأسف الشديد أن هناك من العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم وزير السابق اللي كانوا لا يتحسون ولا يحسون في معاناة هذا المواطن ومعاناة ذويه خصوصا يعني مرضى السرطان ومراضى المستعصية نعم بو منصور بو منصور راح نكمل في ملف الصحة خصوصا في خمس محاور أيضا راح أقول لك يعني ما يقال عند وفعك في تقديم الاستجواب بس بعد هذا الفاصل مشاهديني الكرام نروح فاصل قصير وبعدا نكمل في محور وزارة الصحة والأستجواب المقدم من الصيفي مبارك الصيفي اشتركوا في القناة رجعنا معكم المشاهدين الكرام مع مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق الصيفي مبارك الصيفي بمنصور كنا نتكلم في ملف وزارة الصحة بشكل صريح هناك وجهات نظر تقول أن الصيفي مبارك الصيفي تقدم باستجواب لوزير الصحة واندفع في هذا الاتجاه لأن معاملات ما كانت تمشي طبعا هذا كلام غير صحيح وكلام يعني لا يبت للحقيقة بأي صلة ولا يقذف إلا الشجر المثمر ودائما ليحاول يعني يدافع عن نفسه ممكن يدافع عن نفسه بأي إشاعة أو بأي شيء لكن هذا الاستجواب كان استجواب أنا أعتقد مستحق وكنت أتمنى أنه كان يعني طيب شو المحاورة طبعا هذا الاستجواب يستند إلى جزئتين جزئية عقود خارجية وقعها دكتور هلال الساير مع عدة جامعات في كندا بالذات تحديدا والثاني سوء الخدمات الصحية وشنو قدمه خلال السنتين اللي تولاهم في الوزارة في الخدمات الصحية وشنو عمله طبعا الجزئية الأولى كانت تستند إلى محور عدة محاور وكان فيها محور التضليل هو ظل نواب الأمة وبالتالي ظل الشعب الكويتي من خلال إجاباته التي كانت غير حقيقية ولا تمثل الواقع بصلة بما أملك من أدلة ومستندات في هذا الاتجاه يعني فيه نواب تقدم وبأسئلة برلمانية في هذا الجالب أنا اللي قدمت بأسئلة ولم نجلب إجابة حقيقية وصحيحة فكان دائما يقول أن هناك عروض من عدة جامعات وهو في حقيقة الأمر لم يكن هناك أي عروض وإنما ذهب بالطريقة المباشرة للتعاقد مع هذه الجامعات في كندا وأيضا هذا تضليل تضليل ذات شقين وجانبين وأيضا ظل للجهات الرقابية عندما راسل الجهات الرقابية في الدولة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والفتوى والتشريع وإن قال لهم أننا راسلنا عدة جامعات ورسلنا على الجامعات الجامعة الفرانية والجامعة الفرانية وهو في حقيقة الأمر يراسل أي جامعة ولم يأخذ أي عروض من أي جامعات أخرى وبالتالي هو ظلل في هذا الجانب ظلل الشعب الكويتي من خان نوابة وظلل أيضا الجهات الرقابية أما الجزئية الأخرى وهي المخالفات القانونية تخيل الآن الطبيب لمن يخطئ ويصير عنده خطأ طبي في مستشفيات الكويت ممكن أنك تلجأ للقضاء وممكن أنه يعاقب داخل وزارة الصحة حتى أنه ممكن يندفع تعويض من المحكمة أو ممكن أنه يعني يفنشونه من الشغلة كطبيب لكن الدكتور إهلال الساير هذه الجامعات عطاها حصانة ما أحد ممكن يعطيها لأحد شنو عليه الحصانة هذه الحصانة أنهم لا ينكم مسائلتهم عن أي مريض ينتج عنه خطأ طبي أو إهمال إهمال طبي حتى لو أدى إلى يعني مماته أو خلل عقلي أو عاها مستديمة أو أي شيء لا ينكم مسائلة هذه الجامعات هذه الحصانة كانت يعني مكتوبة في كتاب هذه مكتوبة في العقد في العقد اللي في العقود اللي مقاعهم دكتور إهلال الساير طبعا إحنا ما نقبل امتهان كرامة المواطن الكويتي والمقيم في هذه العقود التي أعتقد أنها يعني مخلة وأعتقد أنها يعني ضربت عرض الحائط في الصالح يعني المواطنين أيضا الجانب الآخر وهو الجانب المادي سستر هوم كير نيرس سستر رعاية منزلية تأخذ 15 ألف دينار يقبل أحد من المواطن الهدر المال كيف يكون مدير إداري لهذا المشروع أفهم أبس موضوع السستر يعني ما علي بس ولكن نوضحها أكثر لأن حتى أنا ما فهمت سستر طبيعية في المستشفيات سستر من ضمن هذا العقد اسمها مسمىها هوم كير نيرس ممرضة رعاية منزلية تأخذ لو حسبت اللي تأخذها مع السكن مع مصروفها اليومي مصروفها السكن كل يوم 60 دينار يعني تأخذ بالشهر 1800 دينار وتأخذ مصروف مأكل 100 دولار وتأخذ 6000 دولار بالسبوع وتأخذ تذكيرها 10 000 دولار تمام يعني تجمعها هذه تطلع 15 ألف دينار ليش يعني إذا كل هذه المستشفيات أضف إلى ذلك مدير إداري مدير هذا المشروع اللي جابهم الدكتور إهلال الساير للمستشفى الصدري يأخذ 30 ألف دينار هذا لو مدير مستشفيات الكويت كلها ما يأخذ هذا المبلغ في أحد يقبل أن يكون عنده مستشفى خاص يعطيه مدير إداري 30 ألف هذا هدر المال العام وتنفيع ولو كان يعني وانا من هذا المكان من هذا المكان يعني أطلب الرأي بالمناظرة مع الدكتور إهلال الساير حتى يقف المواطن ويعرف أين مواطن الخلل أنا مستعد للمناظرة مع الدكتور إهلال الساير ويجيب ربع اللي كانوا في الوكلاء المساعدين اللي بالوزارة اللي راحوا معاه ووقعوا العقود ويجيبهم ونقعد منتناقش مع بعض قبل الله يعني ننتهي من موضوع الصحة أيضا السؤال بديهي دم شفت المساءلة السياسية صعبة أو يعني ما راح تصير ليش ما أثرت هذا الموضوع في يعني في داخل قاعة عبدالله الساير في الأسئلة البرلمانية واضحة الأمور للشأن أنا أصلا هذه المعلومات هي نتاج أسئلة برلمانية وأنا تكلمت أكثر المتحدثين عن وزارة الصحة ومع وزير الدكتور إهلال الساير داخل قاعة عبدالله الساير وخارج قاعة عبدالله الساير لعله يوقف هذه التجاوزات ويلتفت لهذه التجاوزات ولكن كان يتفاعل كان يجيب ولا ما فيه إجابات لا الدكتور إهلال الساير عنده مشكلة كان أنه صح والذي غيره غلط طيب بمنصور يعني نتم في موضوع السيرة الذاتية النيابية نطلب من مزارة الصحة أكثر من 50 مقترح برغبة وقانون قدمتها يعني في كثير منهم يقتص في محافظة الأحمد المبارك الكبير يعني في هذه المناطق وفي طبعا مقترحات مقدمة للشعب الكويتي عامة يعني البعض يقول أن المقترح برغبة وقانون النائب قم يستخدمون بطريقة أن أنا أقدم السؤال أعني سأقول لهم أنا كفيت ووفيت هذه المقترحات شو نتم التحقيق منها طبعا أنا يعني هذا احنا اقترحات برغبة هي تشمل الجميع يعني في الكويت ما هي مختصرة على جميع يعني محافظة الأحمد يا ومبارك الكبير والمشاريع بقوانين قدمناها وبعضها يعني صار على أرض الواقع وتعديلات في مشاريع القوانين التي أقرت وتتفاعل يعني في مقترحات تتفاعل مع هموم المواطن وأيضا الاختراحات برغبة أنا اقترحت برغبة لنشاء فرع للتأمينات الاجتماعية في الأحمد والآن هو في طور البناء بجانب يعني منطقة الرقة وفادي الأحمد وأيضا تقدمت برغبة أيضا باقترح برغبة لزيادة قرض الزواج من أربع تلاف إلى ستة تلاف نعم ونسمح له يومين في الصحافة أن الحكومة إن شاء الله راح تقرر هذا القانون تقرر هذه الزيادة نعم لمجارات التطور المعيشي وزيادة الحياة المعيشية يعني للشباب ومساعدتهم في الزواج نعم مشاهدين الكرام تكلمنا في السيرة الذاتية النيابية للنائب السابق الصيف مبارك الصيف والمرشح الحالي بعد الفاصل راح نتكلم عن المال السياسي وعن قضية الإداعات المليونية وأثرها على الشارع اشتركوا في القناة القبيضة وعن قضية الإداعات المليونية الغبيضة يحتضرون سياسيا وأيضا ذكرت أنه أيضا لازم يدور على التبيعة من التبيعة؟ شوفوا وشي قلت أنا الغبيضة حكم عليهم الشعب الكويتي وبعضهم من ينتظر سوف يحكم عليه بالتاريخ 2-2 وسوف تكون نتائج الانتخابات في 3-2 فيصل في هذا الاتجاه وفي الحكم على من هناك لديه شبهات ويدعات مليونية أما التبيعة أي نائب يذهب لمجلس الأمة ليمثل الأمة ويرهن إرادته إرادة هذه الأمة لدى أي طرف آخر كائنا من يكون أنا أعتقد هذا التبيع من الأطراف؟ ما راح نسمي الأشخاص ولكن الأطراف تقصد من أطراف صراع صراع معين لا يوجد شك أطراف الصراع الموجود وأطراف ممكن يسلم نفسها ليد الحكومة أو يسلمها لأي متنفذ أو أي أحد لها علاقة في الصراعات السياسية والطموح سياسي أو من الصفوف الأمامية هذه الشريحة كانت كبيرة في مجلس 2009 وكان لها أثر كبير يعني شريحة من النواب في حقيقة الأمر كانت شريحة يعني نعم لا بأس فيها طيب نتكلم عن موضوع الإداعات المليونية والقبيضة هذا الموضوع كان لأثر كبير إعلامياً وأيضاً على الناخبين بو منصور دشتك على الدواوين بحديثك وياهم تشوف أن هذه القضية وصلت الناس إلى الإحباط ولا لا الناس قاعدت تختزلها بمجامية معينة أولاً الشعب الكويتي أحبط من المجلس السابق من بعض النواب الذين قبلوا وتضخمت حساباتهم بإداعات مليونية يعني لا يعني وبالتالي هناك إحباط شديد وعلى المجلس القادم وإذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم يجب أن يكون هناك غانون من أين لك هذا ويطبق بأثر رجعي خصوصاً على النواب السابقين في مجلس الأمة الذين تضخمت حساباتهم لازم نعرف النائب الذي دخل مجلس الأمة تعالى أنت منيلك على الفلوس نعم طيب أيضاً برر هذه السروة الطائلة التي جاءتك ونزلت عليك منيلك تعالى لازم لازم الشعب الكويتي يعرف يعني هؤلاء يعني بالدقة ولا بد أن نسترد أموال الشعب الكويتي نعم لابد تعود إلى خزينة الدولة وزاة النظر الأخرى أيضاً أنه في موضوع الإداعات المليونية في أسماء شملت يعني بدون ذكر أسماء ولكن البعض يقولون أنه ليس كل الأسماء التي ظهرت ممكن تلقى عليها التهمة نحن يعني أنا ما من نوع الذي ألقي التهم جزافاً لكن من يثبت عليه نعم إداعات مليونية يعني ومن خلال القانون ومن خلال القانون الذي لا بد أن يطرح في مجلس الأمة القادم الذي هو من أين لك هذا خصوصاً لنواب مجلس الأمة و للوزراء فلا بد أن يبرر أي نائب نعم طيب في هذا الجانب قانون كشف الذنب المالية و من أين لك هذا و هذه حزمة القوالين و أيضاً مكافحة الفساد الشارع الكويتي يقول يمكن أننا من كذا حل نسمع من المرشحين نفس القضية ولكن عند بداية دون العقاد تندثر هذه القضية و لا نشوفها لماذا تأخرت؟ هذا غير صحيح الكلام هذا غير صحيح هناك من هو في الحكومة كان يعيق هذا الموضوع و مع الأسف الشديد أن الحكومة السابقة كانت تقول ما لا تفعل و بداية الخطاب الأميري في أول جلسة لإفتتاح المجلس 2009 كان هناك من ضمن الخطاب قوانين المكافحة الفساد و الذمة المالية و إلى آخر جميع القوانين المرتبطة في هذا الموضوع ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي تطبيق وبالتالي تقدمت كتلة العمل الشعبي بالإضافة و قد تقدمت معهم في قانون كشف الذمة المالية و قوانين مكافحة الفساد و كانت تعرقل سواء في اللجان أو تعرقل في الجدول من قبل الحكومة من قبل الحكومة ولو كانت الحكومة جادة في هذا الموضوع لكان الموضوع ما وصلنا إلى المشاكل التي وصلنا لها اليوم و افتقد الشعب الكويتي ثقته في مجلس 2009 الثقة المفقودة في هذا المجلس لماذا تتوقع أن في المرحلة ينجح المقترح هذا في موضوع قانون الذمة المالية إذا كانت الحكومة دائما ما تؤرقل نحن عشان نبني الكويت لابد أن نبنيها على أساس صلب و لابد أن نبني يعني خطة التنمية و مشاريع القادمة لابد أن تبنى على أساس صلب لابد أن تقر قوانين الكشف الذنب المالية و قوانين مكافحة الفساد و حماية المبلق و استقلالية الغضاء و قوانين كثيرة لابد أن تقر قبل صرف هذه المليارات يعني المزمع صرفها في خطة التنمية حتى يطمئن الشعب الكويتي و يطمئن السلطة التشريعية و يطمئن ممثل الأمة لأن هذه الأموال سوف تكون في مصبها الصحيح و أيضا نطالب للحكومة و نطالب الحكومة القادمة أن المشاريع التي سوف تطرح من قبل الحكومة أن لا تجينا بكرة مشاريع متضخمة مشروع بـ 20 مليون و يطرح بمناقصات بـ 100 مليون أننا نعرف و الشعب الكويتي عرف التكاريف الحقيقية لهذه المشاريع يجب الحذر المال العام ممكن أن يكون بصورة قانونية ولكن نحن نعرف من خلال السطور أنت تفسد من خلال حديثك بالإشارة إلى خطة التنمية خطة التنمية مثلا وزارة الصحة كانت تريد أن تقوم بمستشفيات على شكل أبراج كل برج فيه 600 سرير و تقدر ميزانية هذا المستشفى أو البرج الذي فيه 600 سرير بـ 180 مليون دينار هذه سرقة نعم سرقة سرقة و لا يقننون هذه السرقات ما رح نخليها طيب في محور التنمية و خطة التنمية أنتوا أقريتوا هذا القانون في بداية يعني الفصل التشريعي المجلس ما كان مقصر في الجانب الرقابي في جانب الرقابي على التنفيذ على تنفيذ خطة التنمية المجلس السابق أبدأ حسن النية في هذا الجانب و في قطة التنمية حتى يعرف الشعب الكويتي و أبناء الشعب الكويتي من هو الذي يعرق التنمية تمام و بالتالي يعني كان يجب على الحكومة أن تسير في اتجاه آخر و تعمل على هذه التنمية ولكن مشاريع المتضخمة و الهوشة على المناقصات هي التي أخرت التنمية طيب بمصور أنتن في محور المال السياسي و نتكلم عنه المال السياسي و الضخ في المال السياسي موجود في الانتخابات نحن نسمع أنه موجود و أعتقد أنه يعني قمنا لأيام نسمع عن قرب من خلال الناخبين أنه هناك مال سياسي و الحكومة لم تضبط هذا المال السياسي حتى هذه اللحظة و تركت الحبل على الغارب و بالتالي نحذر في هذا الموضوع من مصورة من مصورة يضخ المال السياسي في فترة الانتخابات من يريد لهم ممثلين في مجلس الأمة هو من يضخ المال السياسي نعم طيب يعني أيضا أو المرشحين أيضا المرشحين في الشئ الانتخابي خصوصا في هذه الانتخابات في الانتخابات 2012 كثير من الأقاويل في هذا الجانب عن تزوير الانتخابات أنت في شخصك تتوقع أن في خطوات في هذا الاتجاه أن الانتخابات ممكن ما تكون نزيها مئة بالمئة طبعاً الانتخابات بيد يعني الجزء الكبير فيها بيد القضاء ونحن القضاء نتق فيه ثقة كبيرة وبيد أيضاً رجال الداخلية وكل هؤلاء إن شاء الله وبيد أيضاً من دوبين المرشعين اللي يكونون موجودين في أثناء التصويت وأثناء الفلس وأعتقد هذا الجانب بعيد يعني ما تتوقع أن تشوف في موضوع جمعية الشفافية ندعو ندعو القضاء أن يضعوا بجنبهم مندوبين لمن لا يجيد الغراءة والكتابة حتى يطلعوا على تصويته أفواً النقطة مرة ثانية القاضي القاضي لمن يكون موجود وهناك مندوبين من قبل المرشحين أن يأخذ اثنين يختار اثنين يكونون بجانبه لمن يجي الحرم اللي لا تعرف تقرأ وتكتب ولا الرنجال اللي لا يعرف يقرأ ويكتب أن يكون موجودين على على التصويت نعم القضايا أيضاً اللي شغلت الساحة الانتخابية في الأول الأخيرة شطب المرشحين شون تشوف هذه القضية بشكل عام اللي حصل في موضوع شطب المرشحين جميعاً يعني ما راح نتكلم عن شطب معين هذه الخطوة كانت صحيحة والترجع عنها شون صار يعني الخطوة قامت فيها وزارة الداخلية من خلال تشكيل لجنة من فتوى التشريع أو من بعض القانونيين اللي موجودين عندهم وقالوا ونحن هذول عليهم قيود ما تسمع لهم الترشح ورجع المرشحين إلى القضاء واللي أنصفهم وخلاهم يجون يترشحون ويشاركون في هالعرس الديمقراطي اللي موجود وأعتقد أن هذه الخطوة كانت خطوة يعني قير موفقة من وزارة الداخلية بمستشاريها وقانونيينها اللي ما استطعوا أن يطلعوا بشيء على الأغلية لهم القضاء نعم مشاهدين الكرام راح نروح نطلع فاس وبعدها راح نرجع للملف اللي يشغل الشارع نوع عمال كويتي بشكل عام وهو الملف التعليمي ترجمة نانسي قنقر رجعنا معاكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار المفتوح مع المرشح الصيفي مبارك الصيفي من ضمن التطلعات اللي موجودة عندك الارتقاء بالخدمات التعليمية وحنا حاليا قاعد نشوف في أزمة تعليمية قاعدة تصير شنو نجح نظرك فيها؟ طبعا يعني هو الارتقاء بجميع الخدمات ولا شك يعني المواطن و أهل الكويت كلهم يعرفون أن الخدمات كلها متردية وفي مشاكل كبيرة سواء في المستشفى يعني بالصحة و بالتعليم و بالإسكان و هناك طوابير من البطالة و بالتالي هذا التراجع على جميع الأصعدة و يعني و تحفتنا و وزارة الصحة باليومين اللي فاتوا بنتائج الطلبة المتدنية حتى يعني ما يكون عداد القبول الجامعة ما لا تستوعب عداد قبول وزارة التربية و وزارة التربية نعم و طبعا بإحباط الطالب المجتهد و يعني باختبارات تعجيزية يعني شوفوا الجامعات الخاصة اللي موجودة في الكويت اليوم و 12 جامعة نعم و الكويت مقادرة من جامعة من 67 و نحن على الجامعة هذه و الجامعة مسورة فقط أسوار يعني هذه الثروة الهائلة منصور دائما في الجانب التعليمي رجان أذر عن المقاطعة و لكن في الجانب التعليمي و خصوصا في هذا الجانب دائما الناس يقولون المشكلة متكررة و لكن الحلول مموجودة شو الحلول حلول احنا عندنا يعني ثروة طائلة لكن مثل ما يقولون تبي مدبر تبي ناس تدبر تبي حكومة تدبرها يعني من متى المجتمع الكويتي و الشعب الكويتي يصيح يبي جامعة ثانية من متى من فترة طويلة من فترة طويلة من متى الشعب الكويتي يقول احنا عندنا نقص بالمستشفيات من متى الشعب الكويتي طوابير على الإسكان من متى الشعب الكويتي الجامعيين و الخارجي المعاهد بالطوابير بدون وظائف طيب في الشأن التعليمي مقصود مية بالمية مقصود مية بالمية حتى لا يعانون مشكلة في القبول بكرة والحل في إنشاء جامعات في المجلس القادم و راح يكون نحيز لمتى هذه يعني جامعات خاصة قسما بالله العلي العظيم تسع شهور تكون خالصة تسع شهور تكون خالصة جامعات في دول خليج ما تتجاوز سنة ونص تكون خالصة بكلياتها بجميع هيئتها احنا شفينا نعم شناقصنا هذا السؤال دائم نكون لك كنائب سابقين شو اللي نعقصنا نحاسب يعني لهالحكومة اللي فاتت صراحة يعني مع الأسف الشديد أو الكويت يعني من ستة أو سبع سنوات واقفة والعالم يتقدم والعالم يمشي ما في شي حتى يعني يجاري الزيادة السكانية للمواطنيين أو للمقيمين الموجودين في على جميع الأصعدة احنا ان شاء الله بإذن الله يعني ايدنا ممدودة للنهضة في البلد نتمنى نشوف بلدنا يعني أحسن دول العالم علاج مشكلة الطلبة الحالية شنو بالوقت الحالي الحكومة احنا تعودنا يخلقون مشكلة ويقولون يلا جبوا علاج هم يخلقون مشكلة الحكومة دائما هي اللي تخلق الأزامات وتخلق المشاكل وتشوف العلاج وتخلق المشاكل يعني الطلبة غضم حقهم حرام اللي قاعدين يسوونه فيهم يعني يكسرونهم ما تبي تقبلهم درسهم بره نعم طيب أيضا يعني في موضوع هذا الحوار أيضا من ضمن التطلعات اللي عندك دائما قاعد نسمح في الأولى الأخيرة عن موضوع استقلالية القضاء في وجهة نظرك الموضوع مختصر على الجانب الإداري والمالي ولا في جانب أخرى على جميع يعني القضاء بجميع جوابه المالي والإداري والقضائي يجب أن يكون لها استقلالية القضاء ويجب أن يكون للمواطن أيضا حق يعني مخاصمة القضاء نعم فهذا يعني النظام أي نظام في أي دولة في العالم يستند وعموده الأوسط هو القضاء يعني تشوف المادة متى ما سلم القضاء ونعتقد إن شاء الله المادة 163 من الدستور مو كفية لما تقول مثلا لا سلطان على القاضي في قضاءه يجب أن يفعل عمليا نعم يجب أن يكون على أرض الواقع وتشريعات لتدعم هذا الاتجاه طيب نرجع على المشهد اللي كان في النهاية وأيضا تساؤل من قبل الشارع الحراك السياسي اللي صار لزيادة عدد مقاعد المعارضة تؤيد وش النظر هذه هو الحراك السياسي اللي صار لانتشال البلاد من الفساد وليس لزيادة ما كانت نظرتكم أبدا لم يكن في حسابنا أي شيء من هذا الموضوع هو اللي انتشال البلد من الفساد اللي طال آخر ما طال المؤسسة التشريعية ومثلين الأمة تشوف أن هذا شيء محدث يديد ولا مو موضوع الإيداعات المليونية ولكن الفساد في المؤسسة التشريعية ما طلع لبل الإيداعات بس هذا الفساد ما كان في هذه الصورة النتنا اللي طلعت في الفترة الأخيرة يعني كان موجود ولكن بصورة ما هو بصورة يعني كان النائب في فترة من الفترات في الثمانينات وكان النائب يستحي أنه تطلع عليه دعاية أو إشاعة أنه ما أخذه شيء ما يدعش دوامين يستحي هالحين يتحول للنيابة ويطلع بالتلفزيون بعين قوية بعد نعم أيضا إقرار قوانين للحود الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية بمنصور يعني نعاني في هذا الجانب في الكويت وإذا كنت نعاني من وين تشوف الخلل من وين مبعث هذا الخلل في جانب الوحدة الوطنية نحن لا بد أن نحصن الوحدة الوطنية من خلال القوانين ونشوف أن هناك يعني بالفترة الأخيرة هناك في خطر على الوحدة الوطنية وهناك تقسيم للمجتمع الكويتي و أخطر تقسيم أخطر تقسيم على جميع شعوب العالم هو التقسيم الطائفي و يجب أن يحصن الشعب الكويتي تشريعيا في هذا الاتجاه و من يحاول أن يعاقب من يحاول العزف على هذا الوتر الوتر الطائفي بالذات بالدرجة الأولى ترى جميع دول العالم لا يمكن أنها في يوم و الأيام تختلف و تتقاتل ما بينها لأن هذا من القبيلة الفلانية أو هذا من الشعب القبيلة الفلانية لا يمكن أن هذا يحدث هذا كان في أيام الجاهلية لكن الخطر الذي هو الخطر العقائدي لا بد أن نحصن مجتمعنا حتى نحافظ عليه في هذا الجانب و من يحاول أن يعزف على هذا الجانب العقائدي يجب أن يوقف الزميلة رباب بالداح في التقرير بذكرت موضوع تعديل الدوائر يعني أنت أيضا في هذا الجانب تحاول أن تعالج أو هذا موضوع آخر و يعني الرغبات فيه و الدوافع فيه أخرى طبعا بحكم الدستور بحكم الدستور بالمادة سبعة من الدستور الشعب يعني متساوي في الحقوق و الواجبات و أنا أعتقد في هذا الجانب في تقسيم الدوائر على الأقل أن هناك خلل في المساواة بين المواطنين هناك دوائر بأربعين ألف ناخب و يمثلها عشر نواب و هناك دائرة مثل دائرتنا مئة و ثلاثة عشر نواب أعتقد أنه لابد من تعديل الدوائر إما بأعداد ناخبين متساوية سواء بنظام الخمس أو العشر أو تكون دائرة واحدة حتى يمتزج الشعب الكويتي فيه نعم مشاهدين الكرام بعد الفاصل راح نتكلم مع ضيفنا الكريم و خصوصا أنه كان عضو في لجنة الداخلية و الدفاع عن قضية البدون و أيضا التطلعات في المستقبل و حكومة الشيخ جابر المبارك بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهدين الكرام بو منصور قبل الفاصل قلنا راح نتكلم عن موضوع يعني موضوع البدون أنت في سنة 2010 كنت في لجنة الداخلية و الدفاع دائما ما نسمع أن هذه قضية من صناعة حكومية طيب ما في حلول نيابية لهذه القضية طبعا هي قضية البدون أخذت من لجنة الداخلية و الدفاع و شكلت لها لجنة بروحها اسمها لجنة البدون و هذه القضية هي قضية قديمة و عدم جدية الحكومة بسنوات سابقة بحل هذا الموضوع و استمرارها في عدم هذا يعني في تعليق هذا الأمر و الموضوع يكبر مثل كرة الثلج كل يوم قاعد يكبر احنا نقول للحكومة أولا يعني تصرف الحكومة بالفترة السابقة مع البدون و مع القسوة التي استعملتها وزارة الداخلية في احتجاجات و مظاهرات البدون هذه يعني لا تم يعني جزء منها لا يمت للإنسانية بصلة يجب أن يكون هذا يتعاملون مع هذا الموضوع بموضوع إنساني يبقون هؤلاء يعني بالنسبة لنا يعني أبناء هذا الوطن نعم طيب في في الموضوع لابد يعني أن تضع الحكومة الحل الجذري لهذا الموضوع طيب نعم في شكل حلو و كان موضوع أن عندهم لمن لديه مستندات و إحصاء و كان عندهم مصدرة موجودة موجودة فعلوا هذه المصدرة و عطوا صاحب كل حقه و اللي ما لحق قلوا لي يا حبيبي أنت ما لك حق و هذه الأدلة اللي عليك هذا جوازك و منصور الحكومة الحكومة تدعيك في المقابلة تقولك في جهاز مشكل قاعد يقوم بدوره و قاعد نمشي خطوة بخطوة نحن عندنا عسكريين عسكريين بدون تعطي ذبابة قيمتها يزيد على المليون دينار و يحمي مفترض فيه أنه حامل هذا الوطن و حامل تراب الوطن و حامل النظام و حامل كل شيء و مع ذلك تحرم من حق المواطنة و هو مستعد أن يقدم روحه و يستشهد نعم الحل في وجهة نروك بشكل صريح لهذه القضية شنو؟ الحل هو قرار نعم قرار مفصلي بناس يخافون على الكويت و يخافون و لديها مضحب اللي يستحق نعطيه تعطيه الدولة و اللي ما يستحق تقول أنت ما يستحق بموجب هذه الأدلة و هذه البراحين نحن عندنا ناس يعني بالخمسينات و هما أو بداية ستينات و هما يعني دارسين في الكويت و مع ذلك يعني ظلمهم آباءهم أو جهل أو إلى عدة أسباب ما أخذوا الجنسية و أطافهم الغيطار نعم ظلموا أولادهم أولاد أولادهم الآن هذا الموضوع قاعد يكبر نضع حلة و نخلص نعم يعني في جانب آخر يعني من ضمن التطلعات اللي موجودة عندك أيضا و أبي تشرح لي ياها تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي تشوف لنا عندنا في الكويت هذا الأمر مقصور يعني تفعيل المشاركة الشعبية هو أصلا مجلس الأمة خلال المشاركة الشعبية في الفترات السابقة سلب منه هذا الحق سواء عن طريق تعطيل الجلسات نعم تعطيل الجلسات هذا سلب لحق مجلس الأمة و الإرادة الشعبية و إرادة النواب جاو يمثلين لإرادة الشعبية لتنتيلهم في هذا البرلمان و تعطيل هذه الجلسات هي سلب لهذه الإرادة نعم نحتاج تعديل للقوانين أو للنظام البرلماني نحتاج في هذه الفترة تعديل يعني نحن نحتاج تعاون أكثر من التعديل نحتاج أن القلوب تكون صافية و من أجل عمل الكويت نعم أي تعديل يعني بدون أنفس طيبة ما رح يكون ذو جدوة نعم مشاهدين الكرام فاصل أخير بعد رح نرجع معكم و نتكلم عن المستقبل و التطلعات بعد هذا الفاصل ورجعنا معكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من هذه المقابلة مع مرشه الدار الخامسة و النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي نبي نتكلم عن يعني من وين تكون انطلاقة الإصلاح السياسي أولا الإصلاح السياسي أعتقد بالجانب الكبير هو بخطين متوازين نعم الإصلاح السياسي هو من خلال المواطن نعم من خلال يعني قيام المواطن بدوره الحقيقي بالاقتراع بتاريخ ثنين ثنين لاختيار الإنسب نعم والأصلح نعم للكويت نعم متى ما اختار الشعب الكويتي يعني أفضل الناس اللي يمثلونه أعتقد من هنا نبدأ بالإصلاح السياسي من خلال أيضا نعم ما قاطعك بس ولكن يعني هذه النقطة يجب أن تثار أيضا يعني قبل لا نختم الحلقة موضوع تلمست هذا الشيء أنه فيه عدد معين خذوا قرار بعدم التصويت لحالة الأحباط اللي وصلت لهم من خلال استطلاعات الرأي هناك نسبة أنه يعني من خلال الأحباط ما يبون شاركون أو أو فيه نسبة أخرى أيضا لم تقرر من يعني من تصويت له فبالتالي ندعوهم للمشاركة وضع وضع لمستهم في الاختيار الصحيح لللي يمثلهم يجون يختارون الناس اللي يتمثلهم يختارون الأصلح للوطن الوطن محتاج اليوم جميع أبناءه محتاج جميع أبناء الشعب الكويتي من رجاله ومن النساء ومن لهم حق التصويت بالتنادي للوطن والفزع للوطن بتاريخ اثنين اثنين للاختيار الأصلح للاختيار الناس اللي حدفها مصلحة هذا الوطن الناس اللي تجمع أبناء الوطن الناس اللي ما تفرق الناس اللي تحب وطنها ما نجيب ناس بكرة تقسم هذا المجتمع وتضرب المجتمع وتقسمه إلى فئات وطواعف وهذا طويل وهذا قصير الوطن محتاج نعم مثل ما ضحوا أبناء الشعب الكويتي وشهداء الكويت عبر التاريخ وآخرهم تاريخ اثنين ثمانية تسعين يجب أن يضحوا أبناء الشعب الكويتي بخمس دقائق من وقتهم لاختيار ممثلين للأمة حريصين على البلد نعم قبل الكلمة الأخيرة اللي راح تذكرها نبي الصورة المرضية لحكومة الشيخ جابر المبارك في ذهن الصيفي مبارك الصيفي شون ترسمها أولا أنا أعتقد الحكومة لن تستطيع ولن نستطيع يعني أن يكون هناك استقرار ما لم يعني يتصافى أبناء الأسرة وأقطاب الأسرة ويكون الود بينهم ترى الكويت هي سفينة وأنت وربانا نعم ويجب يعني ونحن ما نعلمكم ونقولكم يجب هذا يعني التاريخ التناهر في السلطة وبيننا يعني سلطة الحكم هذا غير طيب ندعوكم للتكاتف للنهوض ببلدنا تحت غيادتكم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يمد علينا نعمة الاستغرار بحكامنا وبشعب وبشعب الكويت إن شاء الله كلمة أخيرة في هذا اللقاء توجهها للناخبين بشكل عام ولناخبين دائر الخمسة بشكل خاص أنا أوجه للناخبين نعم في دولة الكويت أن يستذكروا 2 ثمانية ويستذكروا نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن وأن يسارعوا لاختيار من يجمع من يجمع أهل الكويت ولا يفرقهم نعم وفي شق وفي شق الدائرة الخامسة أيضا تنطبغ هذه الرسالة عليهم أن يختارون الأفضل وندعوهم للمشاركة أيضا في تاريخ 2 ثمانية حتى يشرق فجر جديد على الكويت إن شاء الله من أهل الأمل ومن أهل النهضة للكويت بإذن الله نعم ضيفي الكريم الصيفي مبارك الصيفي مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق شكرا جزيلا لك على هذا الحوار شكرا لك الأخ محمد وشكرا لتلفزيون الرأي والقايمين على هذا البرنامج نعم ولجميع الأخو في الرأي نعم تلفزيون الرأي مشاهدين الكرام كالعادة وفي النهاية الرسالة التي توصلها مؤسسة الرأي لجمهور الناخبين قرارك بعدم التصويت راح يكون تصويت فعلي ولكن في الصندوق المظلم لمستقبل هذا البلد نتمنى الحضور للجميع أشكركم على المتابعة أشكر غيفي الكريم وأيضا أشكر فريق العمل شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر